السلام عليكم جماعة الحوثي نفذت هجوما ناجحا على سفيرة قالوا بأنها اسرائيلية بهجوم صاروخي جديد تم تنفيذه في الاربعة وعشرين ساعتنا الماضية التفاصيل كانت قد نشرت من قبل هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية التي أكدت أن الاستهداف تم هنا في خليج عدم بالإضافة إلى تقرير مفصل من قبل العميد يحيى سريع وهو المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي بالإضافة إلى تفاصيل صدرت اليوم أيضا من القيادة المركزية الأمريكية السفينة المستدفة هي MSC Sky 2 هذه السفينة كما تحدثنا جماعة الحوثي قالت بأنها سفينة إسرائيلية ولكن من خلال التسجيلات الخاصة بهذه السفينة ومن خلال ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية ومن خلال أيضا ما ذكرته نوم رايدن وهي أحد أهم الباحثين في معهد واشنطن كانت قد ذكرت أو ذكرت كل هذه التفاصيل بأن هذه السفينة في حقيقة الأمر ليست مملوكة من قبل إسرائيل كما تتحدث جماعة الحوثي هذه السفينة تحمل العلم اللايبيري وهي مملوكة من قبل سويسرا ومن شركة سويسرية معروفة وهي MSC هذه الشركة السويسرية التي تنترك هذه السفينة وهي المالكة الحالي وكذلك لم يكن بالماضي مثلا على سبيل المثال مالكا إسرائيليا لهذه السفينة بأي شكل من الأشكال ولكن ما هو مثبت عن هذه الشركة بأنها تمتلك انتفاقية لمشاركة السفن مع شركة زم الإسرائيلية للشحن وعلى ما يبدو بأن هذا هو الأمر الذي جعل جماعة الحوثي أن تعتبر كل شيء قادم من ال MSC السويسرية سيعتبرونه إسرائيليا وسيقومون باستهدافه بشكل مباشر وهو الذي يفسر الاستهداف الذي جاء على هذه السفينة على الرغم من أن التفاصيل المطروح حول هذه السفينة بأنها لم تكن مؤجرة من قبل الجانب الإسرائيلي أو تستخدم من قبل الجانب الإسرائيلي لكن الاتفاقية التي تحدثنا عنها هي التي جعلت جماعة الحوثي أن تعتبر أي سفينة تحمل الاسم MSC تعتبره إسرائيليا أو تعتبر السفينة إسرائيليا بشكل مباشر بشكل عام هذه السفينة كانت قادمة من سنغافورة متجهة إلى جيبوتي بمعنى آخر بأن هذه السفينة كانت قد وصلت إلى هذه المنطقة متجهة إلى جيبوتي هنا وجماعة الحوثي كانت قد رصدت هذه السفينة في هذه المنطقة وجدت ورأت التسجيلات الخاصة بها وقاموا باستهدافها بحسب البيان الصادر من العميد يحيى سريع بالصواريخ المضادة للسفن الصواريخ البحرية وتمكنوا من إصابة هذه السفينة بشكل مباشر بالإضافة إلى أنه ذكر أيضا بأنهم استخدموا الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة في استهداف المدمرات الأمريكية الموجودة هنا في البحر الأحمر من ضمن حلف حارس الازدهار ولكنهم لم يوضحوا إذا ما حققوا أي إصابة بأي شكل من الأشكال في هذه المنطقة القيادة المركزية الأمريكية نشرت تفاصيلا أكثر حول ما جرى في حقيقة الأمر هم أكدوا فعلا بأن كان هناك هجوما على البحر الأحمر في بادي الأمر في الساعات الأولى من صباح يوم أمس ولكن لم تكن هناك أي تقارير أو تأكيدا على أي هجومة بالطائرات المسيرة على البحر الأحمر قالوا بأن كان هناك صاروخ مضادة للسفن واحدا هو الذي جاء على البحر الأحمر ولم يصب أي سفينة تجارية أو أي مدمرة أمريكية أو كان منتجها تجاه أي مدمرة بأي شكل من الأشكال وأكدوا بأن كان هناك صاروخين بعد ذلك من الصواريخ المضادة للسفن التي انطلقت من مناطق جماعة الحوثي وواحدا من هذه الصواريخ تمكن فعلا من إصابة سفينة MSC Sky 2 بإصابة مباشرة ولكنهم قالوا بأن الإصابة كانت طفيفة اشتعلت النار في هذه السفينة ولكن تمكنوا من السيطرة عليها قد تكون بسبب الحمولة الخاصة بهذه السفينة بكل تأكيد بالتالي لا إصابات لا جرحة لا قتلى ولم تغرق السفينة بل أن القيادة المركزية الأمريكية أكدت بأن السفينة استمرت برحلتها بشكل طبيعي باتجاه جيبوتي كذلك ذكروا بأن جماعة الحوثي كانت تنقل صاروخين من الصواريخ الكروز المضادة للسفن في مناطقهم رصدتها الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا القيادة المركزية الأمريكية وبعد ذلك تمكنوا من استهدافها في الساعة الثامنة مساء يوم أمس بتوقيت صنعاء وتمكنوا من تدمير المنصات الخاصة هذه الصواريخ قبل أن تنطرق إلى الأهداف التي كانت تهدف لاستهدافها بشكل العام نحن نرى ثلاثة استهدافات من جماعة الحوثي يوم أمس منها إصابة لهذه السفينة التي نتحدث عنها في خليج عدن يوضح أن جماعة الحوثي لا زالت تحاصر مضيق باب المندب لا زالت لديها الإمكانيات في تحقيق مثل هذه الاستهدافات بالتالي الأهداف الاستراتيجية لجماعة الحوثي لا زالت حاضرة وبقوة وهذا يعتبر تصعيدا كبيرا لماذا؟ لأنه يأتي بعد أحداث كبيرة نفذتها جماعة الحوثي في المنطقة بشكل عام فبعد عملية استهدافهم للسفينة البريطانية روبي مار بصاروخ بشكل ناجح وهذه السفينة طبعا غرقت بشكل جزئي في بادي الأمر في المياه في خليج عدن تحديدا بالقرب من مضيق باب المندب وانتشر السماد والمواد أو المواد الأسمدة الكيماوية كانت قد انتشرت في المياه وتسببت بأضرار بيئية خطيرة طبعا بسبب غرقها بهذه الطريقة انتلأت بالماء وفي نهاية المطاف غرقت بالكامل بهذا الشكل روبي مار البريطانية وهذا يعتبر تصعيدا كبيرا للكونيا كان يعتقد بأن جماعة الحوثي ستخفف من التصعيد وغيرها بسبب أن سفينة بريطانية قد غرقت ولكننا نتحدث عن استهداف اليوم على MSC Sky 2 ليس هذا فحسب علينا أيضا أن نتذكر أن بعد استهداف روبي مار كانت جماعة الحوثي جاءت تقارير واضحة جدا من عدد من المصادر بأنهم تمكنوا من استهداف أربع خطوط من خطوط الفايبر للإنترنت التي تمر عبر مضيق باب المندب التي تربط آسيا بأوروبا أفريقيا بأوروبا وطبعا الخليج العربي هو يأتي وسط كل هذه الارتباطات بأن أربعة خطوط قد استهدفت وتعرضت للضرر اليوم الاسوشيديد بريس كانت قد أكدت بأن ثلاثة من هذه الخطوط قد قطعت تماما أي أنها لم تتضرر فقط وإنما قطعت بالتمام والكمال وليس هناك تأكيدا مئة بالمئة بأن جماعة الحوثي هي التي استهدفت هذه الخطوط فعلا ولكن قد تكون بسبب تأثيرات الهجمات التي قامت بها هي التي أدت بهذا الاستهداف مع ذلك هناك العديد من المصادر مثل غلوبز العبرية وغيرها أكدوا بأن الحوثي هو كان خلف هذه العملية بدعم مباشر من قبل الجانب الإيراني جماعة الحوثي لم تتوقف عند هذا الحد أبدا لا أبدا اليوم كانت هناك تصريحات قادمة من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الذي قال ببساطة بأن على السفن الحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية قبل دخول المياه اليمنية بمعنى آخر بأن أي سفينة بدون أي تصريح ستستهدف بغض النظر إن كانت أمريكية أو بريطانية أو إسرائيلية أو هندية أو غيرها كلها ستستهدف الكل يجب أن يطلب تصريحا من جماعة الحوثي لكي يمروا بسلام في هذه المنطقة بالتالي جماعة الحوثي تظهر الكثير والكثير من القوى في هذه المنطقة ليس هذا أيضا فحص بل أنهم مستمرون في التحشيد وفي جمع المزيد من المقاتلين من المتطوعين من أجل مواجهة خصومهم المحليين إن كانوا الحكومة الشرعية أو إن كان المجلس الانتقالي الجنوبي فعلى سبيل المثال كان هناك استعراضا لمقاتلين جدد في محافظة إب هنا تحشيد العديد والعديد من المقاتلين كما تلاحظون في مديرية ذي السفال كما تلاحظون وهذه المنطقة تعتبر منطقة مثيرة إذا ما حاولنا أن نحدد موقعها سنعرف بأن جماعة الحوثي تحضر لأمر كبير على ما يبدو تجاه الأطراف المعارضة لها على المستوى المحلي تلاحظ هنا بأننا أمام طريق واضح من هذا الجبل وسنلاحظ أيضا بأننا أمام طريقين ترابية تقطع أو تجعل هذه المنطقة دعوننا خصورة أوضح هنا وهذا الطريق كما تلاحظونه يجعل منطقة وكأنها على شكل مثلث المنطقة مزروعة هنا وتلاحظ أيضا منطقة مزروعة أخرى هنا في هذه المنطقة وهذا طريق واحد اثنان ثلاثة يتجه باتجاه الجبل وهذه أربعة وتلاحظ بأن هناك أيضا مبنى صغير المتروك يأتي على سفح هذا الجبل وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى هذا المبنى هو يبدو بهذا الشكل التقريبي كما نلاحظ إذا متجان الآن إلى محافظة إبن نحاول أن نقترب من هذه المحافظة المهمة للغاية ذي السفال تأتي إلى جنوب هذه المديرية وسنلاحظ بأن الجبل الذي رأيناه الآن هو يأتي ملاسقا لتعز التي يجري فيها الكثير من الحديث حول هذه المحافظة المهمة للغاية هذه بالضبط نفس النقطة التي ظهرت لنا تلاحظ نفس الطريق وتلاحظ نفس الخطوط نفس المثلث الذي رأيناه هنا هذا هو الطريق الأول وهذا هو الطريق الثاني المنطقة مزروعة في الوسط وهذه هي أيضا المنطقة الأخرى المزروعة وهذا هو الطريق الممتد واحد اثنان ثلاثة نفس الطريق بالضبط وحتى المبنى قد لا يكون ظاهرا في القمر الصناعي ولكن له هنا ودعونا نقترب منه أيضا لنتأكد منه ليؤكد لنا بأن الاستعراض والمقاتلين كلهم موجودين في هذه المنطقة القريبة للغاية من الحدود مع محافظة تعز المهمة للغاية وبالتالي الاستعراض تقريبا يأتي هنا بهذا الاتجاه وجماعة الحوثي بشكل عام مسيطرة على كل هذه المناطق التي نراها من محافظة تعز يحاصرون قوات المجلس الانتقالية الجنوبي أو حتى الحكومة الشرعية هم يأتون في جبهات قريبة للغاية معهم وبالتالي هذه التحشيدات قد توضح بأن هناك ترتيبا جديدا يأتي لتعزيز الجبهات الموجودة هنا في هذه الأطراف من أجل قد يكون قطع الطريق على تعز تماما وبالتالي محاولة محاصرة هذه المدينة لإسقاطها والسيطرة عليها واتهي السيطرة على تعز بأكملها أو حتى التحشيد باتجاه القوات الموجودة هنا بالقرب من المقاتلين للحكومة الشرعية الذين يسيطرون على مضيق باب المندب بالتالي قد يبحثون أيضا على السيطرة على هذه المنطقة في تعز وبالتالي يفرضون سيطرة على مضيق باب المندب والمزيد من النفوذ على البحر الأحمر مع كل التأثير الكبير القادم من جماعة الحوثي ولا بد من الانتباه بأننا كنا أمام تقارير مؤخرا صدرت من شبا انتليجنز كانت قد تحدثت بأن جماعة الحوثي هي وعناصر من الحرس الثورية الإيراني يعدون للهجوم على قوات المجلس الانتقالية الجنوبي المسيطرين على محافظة الظالع بشكل عام وبالتالي هم يخططون بحسب هذا التقرير لأخذ محافظة الظالع وكذلك السيطرة كما نتحدث على تعز بالتالي سيكون هناك ضغط على محافظة لحج وكذلك على محافظة عدن مع السيطرة على مضيق باب المندب سيناريو خطير للغاية بالتالي لا تبدو بأن الضربات الأمريكية والبريطانية والضغط الكبير الذي تعرضت له جماعة الحوثي منذ نوفمبر منذ بدئهم لهذه العمليات حتى يومنا هذا قد تغير أو غير منهم بالعكس هم أصبحوا أكثر شراسة وأكثر هجومية إن كان بالتحشيد الداخلي من أجل مثل هذه المواجهات أو إن كان من خلال الاستهدافات في البحر الأحمر أو حتى خليج عدن وهنا السؤال أين ذهبت هذه الضربات؟ تقييم جديد قد صدر من الفاينانشل تايمز كان قد أكد بأن التقييمات الأمريكية فعلا أكدت بأن هناك ضررا قد تعرضت له جماعة الحوثي هناك ضرار كبيرة تعرضت له على مستوى مخزون الصواريخ والأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ ولكن هناك مشكلة حقيقية بأن الغرب والولايات المتحدة لا تعرف بالضبط ما هو الدمار أو هل تأثرت فعلا جماعة الحوثي بالنسب الموجودة لديها وذلك بسبب كما ذكرت الفاينانشل تايمز هنا بأن حجم الضرر غير واضح لأن الولايات المتحدة افتقرت إلى تقييم مفصل لقدرات الجماعة قبل أطلاق حملة القصف وهنا يجب أن ننتبه بأن جماعة الحوثي أيضا تتحصل على الدعم من إيران القيام بكل هذه العمليات وإيران يبدو بأنها تمتلك الكثير من المال القيام بمثل هذه الأمور ومثل هذا الدعم فعلى سبيل المثال الواشنطن فري بيكين كما تلاحظون يوم أمس كانت قد ذكرت بأن إيران بلغت مبيعات النفط الإيراني إلى ما يقارب 90 مليار دولار في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بينما من المفترض والولايات المتحدة أن تملع كل هذا النفط الذي صدر طبعا إن كان إلى الصين بالدرجة الأساس أو إن كان إلى فنزويلا وغيرها من الدول بالإضافة إلى أن بلومبرغ أيضا ذكرت يوم أمس بأن إيران الآن أصبحت العام الماضي أكبر مورد في الشرق الأوسط للوقود الذي يستخدم للتدفئة والطهي وكمادة أولية لمصانع الكيماويات وهذا قد يفسر لماذا رأينا الشهر الماضي بأن إيران أرسلت 400 صاروخ من الصواريخ الباليستية لروسيا لتستخدمه روسيا في أوكرانيا لا بل إن كانت هناك تصريحات رسمية أي أن الأمر خرج من المسألة الصحفية الآن تصريحات رسمية بريطانية من جراند شابس وهو وزير الدفاع البريطاني هو الذي أكد بحسب ما نقلته البوليتيكو بأن إيران فعلا نقلت الصواريخ الباليستية لروسيا لتستخدم ضد أوكرانيا رغم النفي الإيراني بأنهم قاموا بهذه العملية بالتالي أنت ترى الآن بأن إيران الكثير من الأموال لديها من الصادرات النفطية صادرات الوقود صادرات الغاز لا ضغوط أمريكيا نهائيا عليهم وهذا هو الذي انعكس في نهاية المطاف إلى استمرارها لدعمها لجماعة الحوثي لمحاصرة مضيق باب المندب وكذلك أيضا للاستمرار بدعم فصائلها في المنطقة ودعم من أيضا دعم حزب الله اللبناني الذي هناك ويواجه تصعيدا كبيرا من الجانب الإسرائيلي وهو يصعد أيضا على العمق الإسرائيلي وهناك مخاطر بأننا قد نكون أمام حرب حقيقية في جنوب لبنان ولم يعد الأمر عبارة عن كلام فقط بل أن التصعيد وصل إلى نقاط خطيرة في ظل أيضا أن هدنة رمضان في قطاع غزة لا يبدو بأنها بخير ويبدو بأنها انهارت بسبب أن حماس بطبيعة الحال تريد بأن تكون الهدنة هي نهاية الحرب من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن ولكن إسرائيل تريد ستة أسابيع وبالتالي لا مصلحة للفصائل الفلسطينية أو حماس بالذهاب إلى هذه الاتفاقية وإيران كما تحدثنا بسبب هذه القدرات ترسل الصواريخ لروسيا لتستخدم في أوكرانيا وبالتالي ترى إيران بأنها موجودة في كل المنطقة تقاتل في كل المنطقة دون وجود أي عواقب عليها وبالتالي الأمور لا تبدو بخير خاصة أن اندلعت الحرب في لبنان ويبدو بأن جماعة الحوثي تستغل الكثير مما يجري في المنطقة لتصعد وقد تصعد حتى بشكل أكبر في الفترة القادمة اشتركوا في القناة